أنا بعرف بعرف كثير منيح بس يمكن العالم أبتعرف أنت عن جد مثالية مع قادي مثل ما أنت مثالية بالمسلسل يعني سوريا البرفكشن كل شي مشاكل بتصير بتجي سوريا وبتحلها أنت هيك مع قادي أنت بتعرف شو رأيك أنت جاوي بعهل السؤال أنا بدي أقليلي أنا بدي أقليلي أنا شاتي ما جروحة فيك مرسي عمي يا جو هلأ ما بحب يعني مش قادرة هيك قارين لأنه كثير حاس أكيد أنه سوريا عندها مثالية يمكن خلينا أقول أكتر مني أكيد بحب كثير هي كيف بحب كيف هيك دايما بتنصح دايما بتجي لحدا يلي عم بطار الأجواء الشي الكامل يمكن بيناتنا أنه بوزيتف يعني أنا دايما بميل لأنه أكون بوزيتف بالحياة وحل كل شي حوالي بطريقة هيك إيجابية مرسي بس أنه هالأدة يعني مش هالأدة زكية مش هالأدة أنا بعتبرك مبالب مش هالأدة بحكي وجدانيات لا مش وجدانيات زكية بتلاقي يعني بتلاقي طريقة تحلي مثلا إذا كان في مشلك أنت دايما تحليها بطريقة كتير مهدومة والأنجي اللي عندي كياها سوبر بوزيتف هادي بس للعالم لتعرف وهاي مش من سوريا مش سوريا كارمن هيدا الشي عندي جمالا بالشغل وبي حياتي اليومية وحياتي الشخصية أنه هيك بوزيتف وحل الأمور بطريقة هيك سمبر أدي حماتيك بالمسلسة لا بالحياة بالحياة أدي محظوظة أنه جوزت أنت وإدي أدي رحضا نعم نحكي جوزت عن حياة الشخصية تقريبا جوزت أنت وإدي لأنه ما كتير بيعرفوا العالم هلا لح نحكي بهذا كالبارت لح نفوت فيه بس أدي هي محظوظة أنه لما جوزت دغري جيت على طبق من الألماز قلت إلى هيدا إدي وأنا رايحة لتسنين جاء أصور ترجمة نانسي قنقر